اشتركوا في القناة تسعير الأسواق ل140 نقطة أساس تخفيض حالة كمان عم بيسعروا أكتر عم نشوف البعض عم يروح أكتر أنه معقول يكون في عنا تخفيض 6 مرات خلال العام المقبل أو حتى 8 مرات أظن هيدا سيناريو مبالغ فيه حتى كمان هيدا اللي لازم يمكن هيدا الفخ اللي قضيكا فيه بعد المتداولين على المدى القصير يوم غد مع البيانات اللي رح تظهر في التضخم حتى لو شفناها مرتفعة شوي أعلى من التوقعات أو مثل التوقعات لازم نتذكر نحن نهاية العام كانت كل هالاستهلاك مدعوم كمان بالأعياد مدعوم بالعديد من المناسبات اللي كانت عم تدفع كمان يمكن الأمريكيين اللي يكونوا عم يتوجهوا للاستهلاك بشكل كتير كبير على رغم من أنه عم نشوف الأسواء كتير ناطرة هيدا النهار وكتير ناطرة هال يمكن البيانات اللي تكون عم تشوف شو توقعات من الفيدرالي ولكن قد تكون هيك عم منا هي النظرة الحقيقية لازم نرجع نشوف كمان الأشهر القادمة نرجع يكون في عنا استابلتي ما في عنا هالشهية الاستهلاك مثل ما كنا عم نشهدها بالعام أو نهاية العام الماضي أمر آخر لازم نكون عم نشوف التضخم في الأجور هيدا قد يعطينا صورة أوضح إذا كان في عنا ارتفاع أوكي هون منقول قد يتوجه الفيدرالي إلى نوعا ما كبح اللهج المتساهلة اللي كنا عم نسمعها من قبل وقد يضطر أنه يكون متشدد أكثر ولكن بالوضع الحالي وحتى إن جاءت البيانات نوعا ما مرتفعة هذا شيء لا يعني أنه التضخم يعني نوعا ما ما عم يتراجع ولكن بشكل وعلى فترة زمنية طويلة حتى في عام 2024 و25 أظن أنه قد يكون التضخم أعلى من الهدف اللي هو 2% وشان هي كمكان إذا بتحب نحكي عن الدهب قد يدعم الدهب كمان على فترة طويلة نعم ونحن نتحدث عن البيانات الأمريكية هناك بعض البيانات التي أشرت لتراجع العجز التجاري للولايات المتحدة برأيك هل هو مرتبط بتقليل الواردات الصينية وكيف ستتعامل الصين كذلك مع هذا الملف يعني عليقاتهم طبيعة الحالة عم نشوفها نوعا ما يعني ما بينش مدو جزر مثل ما بيقول ولو عم نشوف كمان تايوان رجعت المشاكل فيها وكله يتعلق بالفعل بمين عم يتحكم بها التكنولوجيا وخاصة الرقائق كمان اللي نوعا ما عم نشوف حارب فيها هلأ بطبيعة الحال الثاني عم يتأثروا ولكن مش هون السؤال هل عم تتأثر الولايات المتحدة أو الصين لأنه الثاني عم يتأثروا بطبيعة الحال ولكن عم نشوف شو الهدف بعيد الأجل من هيدا الأمر وشو الهدف فيما يتعلق بمستقبل التكنولوجيا بشكل عام هلأ عم نشوف التكنولوجيا نوعا ما في الولايات المتحدة المagnificent 7 اللي منعتبرون هنا كبار كمان عمالكة التكنولوجيا وصلين إلى مستويات مرتفعة تاريخيا بالوقت اللي منشوف كمان الصين كانت عم تعامل نوعا من الكراكداون نوعا عم تصغر عم تصعب الوضع كمان لقطاع التكنولوجيا وأخيرا كمان كان فيه الألعاب وكان عم بيأدي إلى تراجع المؤشرات إلى أدنى مستويات الحال وبالتالي هناك ملفات مرتبطة بين الجانبين في ذات الوقت الرئيس الصيني قال بأن مستقبل العالم مرتبط باستقرار العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة هل ذلك ممكن برأيك؟ يعني هيدا نوعا ما هي الأرضية يعني بشكل عامة التي قد يستردليها الطرفين يعني عم نشوف كل ما يكون في حوارات بينهن عم بيكون على نفس المواضيع يعني كنا عم نحكي عن الداتا عن الزكايا الصناعية كنا عم نحكي عن التكنولوجيا اللي هي فعلا بتقييد المستقبل هلأ العلاقات هذي مش بس عم نحكي نحن من ناحية التكنولوجيا ولكن عم نحكي من كمان ناحيات سياسية وكمان يمكن البانونز اللي كنا عم نشوفهم بتايوان اللي نوعا ما عم يعتبروا أن الصين عم تحاول التحكم فيها فهيدي أمور طبيعة الحال اللي حتكون عم مطعيق هيدا الأمر بالشكل عام رح يكون عم بيأثر على الاقتصاد العالم بطبيعة الحال ولكن إن كنا عم نحكي عن الصين عم نشوف عم تفتحها أسواق تانية عم نشوف روسيا عم نشوف كمان العالم العربي عم نشوف أسوليا هناك خيارات بديلة خاتتك متوفرة للصين السيدة فرح مراد محلل الأولى للأسواق المالية لدى كيوتي كنت معنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك